أنا حد أقول بطبعي خلاص ما حبش حد بيقول لي والله لازم تأكل ربع فرخة مع مش عارف مع شوفان بالعاق أنا حد باكل آه ولعب رياضة بس حد باكل فأقولي لي أعمل إزاي المعادلة اللطيفة داي طبعا زي ما حضركم ذكرته السمنة السمنة يعني بتقلق كتير قوي من السادة المشاهدين والسمنة بيتم تصنيفها إن هي مرض من أمراض سوء التغذية سوء التغذية مش النحافة بس أو نقصان في الوزن ولكن زيادة الوزن لإني فيه خلل فبيؤدي لي زيادة أو للنقصان حضرتك بتقول عاوز تاكل وفي نفس الوقت مش عايز حد يبنعك من حين فنبتدي ندور على أغذية بتدينا شعور بالشبع وليها قيمة غذائية مرتفعة وفي نفس الوقت بتكفي احتياجات الغذائية نص بطة لان سلام ما ده ده اللي هيشبهها ده لطيف جدا يشبعني والله ويدي لي برضو إحساس بالشبع وهيدي حضرتك إحساس بالشبع بس هنأكلها إزاي يعني حاليك بتقول عايز تاكل بطة مثلا مش شكو السكين لا مش طريقة الطهية يا فندم برضو هي اللي بيتحدد عليها تسعرات الحرارية اللي داخل أكسام هل هتاكلها مسلوقة ولا هتاكلها محمرة مضاف إليها العديد من الدهون لو هنأكل البطة يعني هنأكل محضرتك البطة ولكن هاخد المنطقة العلوية من البطة وتكون مسلوقة ومعاها شوية خضار ستيه هنأخد ربع بطاية كده بتهيألي تمام ما إحنا عشان نوصل للوزن اللي إحنا عاوزينه لازم نغير من عادتنا الغذائية لأن طول ما فيش تغيير ماهو مرضو مش هيبقى فيه تغيير في أوزننا عندنا من الحاجات كمان اللي بتدينا شعور بالشبع البيض البيض عندي بروتين متكامل ستة جرام بروتين في البيضة الوحدة فيه فيتامين دال كمان اللي بيرفع من كفاءة الحر فالبيض عندي من الأطعمة الغنية اللي بتدينا شعور بالشبع لفترات طويلة وفي نفس الوقت هي خالية من الكاربوهايدريت مسلوقة لمقلي طبعا مسلوقة يفضل ولو مقلي ما فيش مشكلة ولكن بتكون حتة زبدة صغنانة جدا أنا بتكلم على زيت زتون أو زيت زتون بتكلم عن استخدام زيوت الصحية ده كمان بيأثر على شعورنا بالشبع وبيكون ليه تأثير إيجابي في أجسامنا مزيزيز بالفعل من الصحية أولا الدهون المهدراجة كلها اللي هي السامنا الصناعي أو النباتي دي من الصحية لأنها بترفع الكوليسترول وبتسبب أضرار للأوعية والشرايين وصحة القلب كمان عندي الزيوت اللي هي بتكون عندنا شوية زيت عباد الشمس زيت الضرر والصحية مش حكاية الصحية ما نكسرش من تناولها فأكتر الزيوت الصحية عندنا أو الدهون الصحية عندنا زيت الزتون الزبدة السامنا البلدي ولكن بكميات صغيرة مش معنى أن هي صحية فأنا أفرت في تناولها لأنها بتتميز يعني زيت الزتون عندي بيحتوي على الأوميجا سري اللي بتقلل من نسبة الكوليسترول الضر في أجسامنا كمان من الأكلات اللي بتدينا شعور بالشبع السمك والسمك سبحان الله من الحاجات الغنية جدا بالأوميجا سري مصدر للبروتين صهل الهضم ما بيديناش شعور بالتخمة بعد تناول السمك